نعلم بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل طبعا كلنا عارفين ان الشتاء بيحب الاكل كلنا من بعادين بردنين وجو سقع ونفسنا مفتوحة لأي حاجة قدامنا الوجبات الدسمة او مش دسمة الوجبات الحلوة او حادة اي حاجة فعلا في الشتاء عشان نتدفع بناكلها في الحقيقة الحاجات زي ممكن يبقى ليها اضرار صحية بعد كده او على الاقل وزننا هيزيد عشان كده احنا النهاردة عايزين نعرف ايه الانظمة الغذائية او الوجبات الصحية اللي اولا نحافظ عليها وعلى نفسنا في الشتاء تاني حاجة نحافظ برضو على مناعتنا كل ده جاوبنا عليه الدكتورة اللي بنورونا في استوديو دكتورة نجلاء محمد عبد الفتاح مدرس تغذية علاجية بالمهد القومي للتغذية صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير على كل المشاهدين بتاعنا الجمال عايزة اقول ان الشتاء انا من الناس اللي بيعشوقوا الشتاء وبيحبوه جدا عايزين نقول ما فيش حاجة اسمها نظام غذائي محدد للشتاء احنا عايزين نقول النظام الغذائي يعني ايه النظام الغذائي هو غذاء متوازن يديني كل الاحتياجات بتاعتي من البروتين والدهون والكاربايدرات والفيتامين والاملاح المعدنية وكمية المية اللي احنا دايما بننساها وفي نفس الوقت الاكل اللي احنا كناة ده بنياديلي الطاقة اللي انا احتاجاها وفي نفس الوقت الهدف بتاعي ان انا حافظ على الرشاقة بتاعتي وكمان يكون عندي الاكل بتاعي بصحة يعني اكل يكون صحتي كويسة وفي نفس الوقت يبقى عندي رشاقة والوزن بتاعي مايزيتش ده معناه نظام غذائي اسمه ستايل لايف يعني نظام حيات ان انا احدد حاجات هتضرني أنا باخدها في الأكل بتاعي وفي حاجات كويسة لازم أفعلها وزودها عندنا شوية حاجات في الأكل بتاعنا إحنا بنقول يا ريت نوقفها أول واحدة فيهم في الأنظمة بتاعتنا دي اسمها اللي هو الأغذية اللي فيها السكريات كتير دي أول واحدة فيهم لازم تقف أو بتقلب قدر المستطوع تاني حاجة الأغذية اللي فيها كمية عالية جدا من الأملاح وإحنا المصريين مشهورين بكمية المخللات والحاجات اللي فيها حديق كتير كمان الأغذية المصنعة اللي فيها كمية من مواد الحفظة والمواد الملونة دي كلها لها تأثير جامد جدا وأصبحت حتى الدول الأوروبية بتصنف الأغذية المعالجة أو اللي فيها متصنيع كتير زي اللانشون والبيفات والحاجات دي كلها من مسببات السرطون دي كلها أغذية لازم أبعد عنها دي كله بقول إستايل دكتور بس نركز على الحتة دي لأن البيوت كتيرة للأسف معتمد اعتماد كلها على الفطار في الوجبات دي يعني اللانشون والحاجات أي حاجة مصنعة أو إحنا مش عارفين هي أصلاً أي في أي داخل في بعضه البولوبيف والكلام ده ده كل ده ده غلط ده لازم نبعد عنه كل الحاجات دي فيها مواد حفظة ومواد كمان ملونة يعني البسترما فيها طوم كتير قوي فيها دهون عالية غير طبيعية لأن كل الحاجات دي تجميع بتاعتها أو في أثناء التصنيع بياخدها بكميات عالية وبيحطها وفيها كميات دهون عالية جداً في التحليلات بتاعتها ده بيزود للوزن ده غير بقى أن فيها المادة الحفظة الأساسية اللي موجودة فيها واللي بتديني اللون الأحمر اللي هي بنزوات السود البنزوات دي من الحاجات السامة جداً للكبد بتتحول في الجسم أو في الكبد لمادة اسمها نيتروزومينات السوديوم المادة دي مادة سامة للكبد وبتسبب سرطان للكبد وده بتعتبر مادة مش كويسة جداً ده يا سوري اللي هي مادة اسمها نيتريت السوديوم مش بنزوات البنزوات مادة حفظة لكن نيتريت السوديوم اللي هي بتدي اللون الأحمر بتاع اللانشون دي حضرتك من المواد السامة لأنها بتدخل الكبد وبتتحول لمركب النيتروزومينات ده حضرتك وبالتالي بتعتبر مادة سامة الكبد عشان كده الدول الأوروبية حالياً بدأت تصنف اللحوم المعالجة أو اللي هي اللحوم المصنع بأنها واحدة من مسببات سرطان الكبد وإحنا بنقول للأمهات في البيوت أعمله يعني الأم ممكن تعمله في البيت بتجيب اللحمة المفرومة وبتعملها وكمان البرامج بتاعتنا دولتي بيتتقدم الحاجات دي في ريت الأمهات تقدر توصل لده يعني أنها تعمل الحاجات دي في البيت عشان أحمي ولادنا النعجة بقى والحاجات الفرايد والمقلي والكلام ده برضو من الحاجات اللي هي مصنعة دي بقى اللي هي الحاجات المقلية دي رقم اتنين نحن نقلل منها أنا أنا ما استخدمهاش أنا مش هقول أن أنا أمنع مثلا حاجة زي البطاطس المحمرة لكن أنا ممكن أستخدمها بطريقة أخرى يعني ممكن أخذ مثلا البطاطسة أعمل لها سلايتس مثلا ودخلها الفرن فتاخد لون الفرايد اللي الأطفال بتحبه ممكن أعمل حاجات من اللي هي زي الشبسي والحاجات دي في البيت بطرق بسيطة باستخدمها الأم لكن أن أنا أقول أن أنا هحرم الأسرة أو الطفل من الأكل ده صعب خلينا على أرض الواقع وخلي الأم تقدر تنفز الكلام ده يعني مثلا هي تشوف حاجات وتقدر تكون قريبة منها تقدر تنفزها على أرض الواقع في البيت بتاعها دي الحاجات المقلية والمحمرة والحاجات المسبقة وخصوصا كمال أن احنا ظهر عندنا سمنة الأطفال بقت نسبتها كبيرة جدا وده حاجة مش كويسة في المؤشر بتاعنا فبالتالي أنا لما أقلل كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي دي في عادتنا الغذائية فأنا هحصل على نظام غذاء صحي في حاجات تانية لازم أفعلها إيه الحاجات اللي أنا أفعلها عندي زيتناول والخضر والفاكهة من الحاجات أو بالذات الخضر لأن كمية الصعرات بتاعته قليلة وفي نفس الوقت بتديني كمية من الفيتامين زي والأملح المعدنية دي بتفعلي وبتقويل الجهاز المناعي كمان وفيها كمية من الميا برضو لو أنا بصيت على الحاجات التانية اللي هي عندي المشروبات وبصفة خاصة الميا والميا دي رقم واحد دايما إحنا بننسى الميا الميا دي مهمة جدا 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 لازم أن أنا أفعلها لأن الميا بنقول أنها بتساعد في عمليات الامتصاص بتساعد في عمليات الهضم نفسها بتاعت الأكل كمان في بعض الأبحاث قالت أنها من الحاجات اللي بتساعد على نسبة بتحسن نسبة الزكاء لأنها بتعمل يعني بتخسل الجسم فبتخرج لكمية السموم من الجسم اللي موجودة برضو من الحاجات اللي بتعليلي معدلات الحرق جوا الجسم بتعمل تنضيف للجسم كله بتخسلي الأجزاء الداخلية جوا الجسم يعني إحنا بنسميها بتخسلي الجسم النظام الغذاء الصحي إن أنا أبعد عن الحاجات دي وأزود الحاجات دي أما بديك كده الضيط 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 هاكل كل حاجة بس بشارط إنها تكون داخل مقنن يعني أنا قدامي قطعة طبق جدو أخد قطعة وأرضي نفسي وإن أنا كده أكلت غيرا ما أكل الطبق بحاجة فهو ده النظام الغذاء اسمه الضيط 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 يعني أخد كل حاجة ولكن بمقنن تتفق مع العادات بتاعتي وفي نفس الوقت ما تديش كمية كالوريز أعلى من الاحتياجات بتاعتي أو من الطاقة بتاعتي بتؤدي إلى السمنة بل على العكس أخد كميات الأكل وزود فيها كميات الخضار بتاعتي بنسبة أعلى دايماً لمحنا بنقول حتى في أيوة يعني مصطفى عارف كنا كنت لسا عايزة أقول للدكتور إنه الكلام في الحاجات دي يمكن سهل لكن عارف أنت لو أنا بهاي بتتكلم على طبق الجاتوم مش عارف حاسة في الشتاء هنأكله يعني الأطفال يعني أنا لو هتكلم على الفطار بالنسبة للأطفال مثالي حدد لنا فطار مثالي يقدر يدي السعرات الحرارية اللازمة لكون طفل يتحط في اللانش بوكس أبل ما يروح وفي نفس الوقت يبقى مغزي وفي نفس الوقت ما يضروش وفي نفس الوقت يرضيه لأن انت فهم أن الطفل بيبقى ليه متطلبات خاصة دايما أنا بقول يعني أن الطفل أنا برديه وأرديه أنه هو بيحب إيه يعني هو مثلا بيحب البني ما أنا ممكن أعمله سعندويتش بنيه في قلب اللانش بوكس بتاعه وحط معاه سماراية فكهة وحط معاه وحدة خضار يبقى أنا كده حضرتك حطيت اللانش بوكس بتاعه كده أصبح متوازن قطعة اللحمة بتمثل إحنا عندنا ثلاث حاجات اللي هم الهرم الغذائي بتاعه البروتين والنشويات والفيتامينزي والأملاح المعدنية أنا حطيت له الفيتامينزي والأملاح المعدنية في التفاحية والخيارية اللي أنا حطيتها حطيت قطعة البروتين في اللي هي وحدة البوفتيك اللي أنا حطيتها أو وحدة البني اللي أنا حطيتها أو صبع القفطة اللي أنا حطيته أو الجبنة أو الفول أو الطعمية لأن ده كل بروتين يعني من الشرط اللي نقول بروتين هو عبارة عن اللحمة أو الفراخ أو السمك أو البيض أو الجبنة طبعا وعلى رأسهم الجبنة القريش الجبنة القريش دي الميسره كل خمسين جرام من الجبنة القريش بيعادل تلاتين جرام لحمة وأخف على الكبد والكلة في التعامل معها من اللحمة الحامرة يعني أنا لو ديت لإبني شريحة زهن وقلت لحضرتك شريحة بني كل الأطفال بيحبوا البني كل الأطفال بيحبوا الكفتة مش شرط إن الأم تحصر الطفل جوة سندويتش الجبنة والبيض أو المربء أو الحلاوة اللي هي بتديه النشويات أنا خدتها في رغيف العيش ده كله عبارة عن أنا كده في اللانشبوكس بتاعي خدت كل العناصر الغذائية ينقصه فقط كوباية الزبادي أو كوباية اللبن اللي الطفل ممكن ياخدها أو يحطها له معاه في اللانشبوكس بتاعه في نفس الوقت أنا بقول للأم البسيطة أعملي حاجات بسيطة في بيتك أعملي بدل فلوس الشبسي والبوز أعملي بضايا أنا ضمنت إنه أخد شوية من البروتين والبروتين ده بروتين كمان يعني بروتين عالي القيمة الحيوية يعني بدل ما تجيبي كيش بسي باتنين جنيه أو باتلاتة جنيه هاتي بيضايب تلاتة جنيه أنا ضمنت إن الطفل على الأقل غطط له تلت الاحتياجات من البروتين اللي هو محتاجه في اليوم أما بالنسبة احتياجات الأطفال فبتختلف علىها حسب كل مرحلة عمرية طبعا كل ما بنكبر شوها بتزيد احتياجاتنا لكن من الأساس عشان أحط اللانشبوكس بتاع الطفل لازم يكون فيه فكهة وخطار لما تيجي الأم تقول لي ده إيه ابني يسمنا ولقى عصانة مش عادي له لقى حضرتك طب ليه ما تيديهوش ليه نجيله اللانشبوكس بتاعه بس أزود الخضار والفكهة أقل الكمية النشويات أزود البروتين معه شوية يمكن بعض الأهالي أو بعض الأمهات ممكن مش عارفين أو مش مستوعبين قد إيه خطر الأنيمي على الأطفال في دراستهم ومذاكرتهم وأداءهم في حياتهم اليومية فقد إيه مهم تناول البروتين للأطفال في سن صغير بالزبط مهم جدا تناول البروتين وبسافة خاصة كمان البروتين الحيواني ولازم ياخده بنسبة 50% على مدار اليوم يعني إحنا بنقول له والبروتين بتاعه المفروض ياخد مثلا 20 جرام بروتين في اليوم المفروض على الأقل يبقى 50 جرام منهم بروتين حيواني والبروتين الحيواني مش شرط يجي من حتة اللحم والفراغ ممكن يجيلي من بيضة وكباية اللبن لو عايز ياخد 20 جرام لا ده أنا بقول على فرد لو هو احتياجاته في اليوم 20 جرام بروتين فهو لو أنا ديت له بيضاية وكباية لبن حضرتك أنا غطيت أكتر من نص الاحتياجات بتاعته لأن البيضاية بتديني 7 جرام بروتين وبروتين حيواني وعلى فكرة البيض يعني إحنا بنقيس اللحمة على البيض مش اللحمة هي الأساس لأ هذا البيضاية بتحتوي على كل الأحماض الأمينية التسع اللي بيحتاجهم الجسم في عملية البناء موجودين في البضاية وبالتالي نحن دايما نقول للأمهات جوه العيادات لو سمحتي بيضاية وكباية لبن واللي اتنين دول البضاية أنا بضمن إن كمية بروتين دخلت كويس جدا بتحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية وكمان فيها الفوسفوليبت اللي مفيد جدا للخلاب بتاعت المخ كباية اللبن فيها كمية من الكلسام اللي الطفل محتاجه عشان خطر العظم عشان نسبة التقزم اللي موجودة عندنا اللي على القصيرين كباية اللبن بتديني 300 ملي جرام طيب دكتور لو الطفل يعني بيعاني من السمنة شوية ومامته عايزة تدينه اللبن خلي الدسم هل العناصر اللي فيه مش هي هي؟ لا احنا بنقول دايما نقدو اللبن كامل الدسم اللبن من الحاجات الجميلة جدا الفيتامين دال اللي موجود في اللبن موجود في قلب القشطة اللي في اللبن لما حضرتك بتشيلي القشطة دي فبتشيلي فيتامين دال بس لهو بيعاني من السمنة سويني وفيتامين دال دا دا اللي بيدخل الكلسم جوه العظماية الحامل بتاع الكلسم عشان نسبة الكلسم جوه العظماية احنا بنقول علشان قدي اللبن قدي اللبن كامل الدسم انا ما عنديش مشكلة بس وقافي دا محسوب من الاحتياجات بتاعته ما هو برضو الطفل اللي هو القبيز او اللي هو سمنة حضرتك محتاج كمية من الدهون وكمية الدهون على فكرة محتاج الدهون المشبعة والقحادية والغير احادية محتاجة تلت تنواع من الدهون اللبن فيه دهون مشبعة لكن دهون اللبن اللي موجودة فيه المشبعة دي دهون صحية مش دهون مضرة مش كده مزاي الدهون المصنعة مزاي الزبدة الصفرة او السمنة الاصطناعة والحاجات دي لأ على عكس دا كويس وبالتالي كل الابحاث الجديدة بتقول لازم ناخد اللبن كامل الدسم عشان نقدر استفيد من الكلسم اللي موجود جوه اللبن كوبية اللبن لو انا ديتها الابني في اليوم دي بتحادل تقريبا حوالي مص الاحتياجات بتاعته من الكلسم في الاطفال الصغيرين اللي هم حوالي من 2 من 2 ل 4 سنين طب الباحثين عن الدفء في الشتاء بيلجأوا الحاجات ربما تكون مش صحية ايه افضل حاجة يتدفوا بيها وفي نفس الوقت ما تعليش الصورات الحالية في نفس الوقت ما تضرهمش في نفس الوقت ما تزودش وزنهم وخصوصا البحثين عن الدايت والحال الأفضل بنقول دايما علشان اقول ان انا ابحث عن الدفء اول حاجة دايما بتجي في دماغنا هي المشروبات الدافئة لكن انا دايما بقول لهم لا تقسيم الوجبات لو سمحت قسم الوجبات بتاعتك واجباتك تبقى صغيرة في اليوم كل ما يأكل كميات صغيرة هاخد شوية من الدفء بتاعي ماشي كده تاني حاجة بتجيني بعد تقسيم الوجبات ده ببتدي اقول المشروبات الدافئة ناخد منها من المشروبات الدافئة زي الحلبة والنعناع واليسوم والقراوية ولكن تقليل السكريات يعني ما اخدش حاجات متحلية بسكريات كتير لان السكر الكتير هيديني كالوريس كتير وبالتالي هزيد في الوزن وبالتالي هتبقى مشكلة معي تاني حاجة ببعد عن الأغذية اللي هي المقلية والمسبكة والحاجات المحمرة والحاجات اللي فيها نسبة عالية من الأملاح كمان بقول ان نزود كمية الخضار كل ما بزود كمية الخضار انا بجبع وفي نفس الوقت ما بحتاجش ان انا اخد كمية اكتر تاني حاجة ان ان لازم اشرب مية كتير ده احنا بننسى الماء في الشتاء الماء من الحاجات الجميلة جدا اللي بتزبط معايا الترمستات درجة حرارة الجسم وبالتالي ان انا بقول لازم من الحاجات الاساسية هو ترطيب الجسم في الشتاء ناحية اربح او ان هو يشرب حاجة حلوة بالليل وانت حسنا المسال هل البطاطا مفيدة فى وقت الشتاء البليلة مفيدة فى وقت الشتاء انا بأكلم عن الحاجات الطبيعية احنا دايما لما بنقول نقول للناس بنقول إن أنا عشان في حاجات مهمة بالنسبة لي في الشتة لازم أخوتها يعني أول حاجة بيبتدي بيها لازم يهتم بالخضار ده رقم واحد لأنه هيعمل لي إجباع ولما هيعمل لي إجباع أنا مش هحتاج كمية أكتر من أك وبالتالي هيديني دفع تاني حاجة الحبوب الحبوب اللي هي الحبوب الكاملة الحبوب الكاملة اللي هي زي البليلة حضرتك اللي أنت قلت عليها دي من الحاجات اللي بتدفي جداً والبليلة هي ليه البرغل والشوفان وشربة الشوفان أو أن أنا أخذ الشوفان وحط على الزبال ليه من الحاجات اللي هديني نسبة من الدفع وده ليه لإن فيها كمية من الألياف وكمية الألياف بتخل عمليات الهضم تبقى بطيقة شوية وكل ما بتبطأ عمليات الهضم كل ما أنا بحس بالدفع لإن أنا أمتى هبتدي أحس بالدفع بعد الأكل فبالتالي أن أنا محتاجة ده كويس جدا فمحتاجة كمان أن أنا يعني كمان المحتاجة أزود معايا كمية المية محتاجة أزود كمية السويل محتاجة أزود اللي هي عندي زي ما قلت حدثك المشروبات الدافية المشروبات الدافية من أكتر الحاجات اللي هتساعدني في ده بس بشرط أن أنا أقلل السكريات لكننا نحن دائما بنقول عشان أحس بالدفع هياخد الحبوب الكاملة اللي هي زي البليلة والبرغل والشوفان بعد كده بأخد الخضروات بأخذها بكمية كبيرة ترطيب الجسم بكميات من 8 إلى 10 كبيات مية على مدار اليوم ممكن يوصلوا الـ 12 بالمشروبات الدافية اللي احنا بنستخدمها في عندي مشروبات جميلة جدا في الشتاء ممكن تحسسني بالدفع وتحسسني كمان بتحسين الحالة المزاجية زي مثلا المشروب الشكراطة عندي السحلب الحاجات دي كلها بتديني إحساس بالدفع بس بشرط أن أنا مزودش فيها السكر المضاف احنا مشكلتنا مع السكر المضاف بنسبة كبيرة جدا لأن في ناس بتحط السكر بنسبة عالية وده بيعتبر خطأ أنا مسموح لي على مدار اليوم كله بتلك معلقة سكر فلو سمحت ما زمودش عن كده وبالتالي أنا أستخدم سكر أقل لكن أخذ المشروبات الدافية زي ما نعاين يعني فيه ناس بتيجي تقولك أنا بشرب 10 كبيات شاي بس 10 كبيات شاي بيحط فيهم كم معلقة سكر كل كبية شاي بيحط فيها 5 معالق لكن فيه واحد ممكن يشرب 10 كبيات شاي في اليوم 5 معالق سكر مثلا ده فعرق بين الاتنين فده الأولاني أنا عندي فيه مشكلة جامدة جدا لأنه هيعمل لي سمنة وخصوصا كمان السكريات البسيطة لأن السكريات البسيطة من أحد مشاكلها أنها بتتحاول الفرق طوز اللي بيبقى فيها بيعمل لي مشاكل وبيزود لي الدهون السلسية لأن كل ما بيزيد الفرق طوز كل ما بيزيد الدهون السلسية وعشان كده الفكهة من الحاجات اللي الناس بتاكل فيها كتير وقولك ما بتحسسني الدنيا حلوة لا الفكهة على فكرة فيها كمية فرق طوز عالي جدا الفرق طوز ده بتحول لدهون سلسية الدهون السلسية دي أول حاجة بتعملها بتروح عند الكبد وتعملي كبد دهني بعد كده بتروح عند القلب وتعملي تصلب شريع يعني الفكهة غلط؟ الفكهة تناولها من واحد الاثنين صمرت فكهة بس على مدار اليوم حتى لو اي صمر تفاح مثلا؟ تفاحية جوافية كومترية كله في نسبة فرق لا بس هي ناس تاكل اكتر من تفاحية والتفاح مفيد معروف هي اخر حاجة جديدة في الركومنديشن الجديدة عن الفكهة بتقول ان احنا ناخد اثنين صمرت فكهة في اليوم يعني حتى كمان هو حدد لنا جدول ان احنا نمشي عليه في الاكلات بتاعتنا يعني قال مثلا الجدول بتاعنا بيقول ان انا عشان اضمن ان انا خدت التنوع بتاع البروتين وحافظ على الكلة بتاعتي وحافظ على الاعضاء بتاعتي لازم ياخد على الاقل يومين اثنين سمك في الاسبوع بشرط ان يكون السمك واحدة فيهم سمك دهني زي التونة والسردين والمكرال ماشي كده؟ تاني حاجة اللحوم البيضاء مرتين اثنين لحوم بيضاء في الاسبوع يومين بقوليات يعني زي البصارة والفول والعتس والفول النابت الحاجات ده جميلة جدا ده اخر يوم او اليوم السابع في الاسبوع قال ان يكون هو اللحوم الحمراء وحدد لنا ان احنا ناخد الخضار بكميات زي ما احنا عايزينها لان ده بيديني كمية من الالياف كمية الالياف كلما تزيد ده بيعمل سيارة للجهاز الهضمي بينظم سكر الدم بيحافظ على القلب بيعمل تنظيم للناس اللي مرضى السكر ده جميل جدا بالنسبة له من انا نزود لهم كمية الخضار بعد كده عندي بيزود ده كمان انه بيدخل الفكهة قال لك الفكهة اقصاكي من اثنين الى ثلاث سمرات فكهة طبعا ده على حسب الفكهة على اي حال بنشكر دكتور انا جلاء عبدالفتاح مدرس التغذية على جامل معهد القوم التغذية شكرا جزيلا يا فندم على هذه المعلومات وبنوصي كل الناس في الشتاء ان هم يعني يلتزموا بالجدوى الغذائي السليم لان طبعا الاكثار من السعرات الحالية مضر الاكثار ايضا من لانه بيقضي الى السمنة والسمنة دي بتعتبر نصية الامراض اللي موجودة عندنا في الموقات المصر شكرا جزيلا شكرا لك يا دكتور